ده شبان البطل بتاع فيلمنا اما ديفا بتكون فاسينتي والاحداث بتبدأ في قاريا اسمها فينكاتا بورام وبنعرف ان اهلها بيهتموا بالبنات جدا وبتعلمهم على عكس اهل قارية ضهر مفارم وبيكون الاوتوبيس ده المكان اللي بيتقابل فيه شباب القريتين وهم رايحين الجامعة وبنشوف واحد بيعاكس بنت وبيديها كشكول وعليه اسمه وبعدها بنلاقيه بيهرب من اتنين عايزين يقتلوه وبياخدوه على مكان مهجور اسمه المحجر وبينتقموا منه عشان قرب لبنت من قريتهم وده بيكون سوري وبنشوفه بيجري من ناس بتحول تموته وساعتها بيتصل بصديقه شبان وبيقدر يوصل في الوقت المناسب عشان ينقذوا وبيحذرهم يقربوا من صاحبه وبينزل ضرب فيهم واحد ورد تاني وكمان بيتصور سيلفي معاهم ومحدش بيكون قادر عليه بسبب قوته الكبيرة وبيوصل بيدا رايده ومعارج جلته وبنعرف ان سوري كان بيعاكس بنت من قريتهم لكن بيتفاجئ لما بيعرف انها متجوزة وجوزها اللي كان بيطرده وساعتها شبان بيدافع عنه وبيجيب الغلط عليها لانها مش لابسة عقد الجواز ووقتها بيدا رايده بيسيبهم لكن بينصح شبان يخلي باله من تصرفاته ومن ناحية تانية ده بيكون بيدا بدرة ابو شبان وبنعرف انه عمضة القرية وبيكون ذاكي جدا وبيحكم بين الناس بالعدل وما بيظلمش حد اما دفع بيكون جوزخته وبينشوفه وهو راجع من الاسم وعمل مشكلة ولما فييدا بدرة بيوصل بيهزاقهم وبيعرفهم انهم دايما عاملين مشاكل ومسوئين سمعته وبيحاول شبان يدفع عن نفسه وبيقوله انه عمل كده عشان الصداقة لكن بيزعق له وبيحذره انه مش هيتغير غير لما يتخدأ من صاحبه وبيسيبهم ويمشي والتاني يوم بيكون قاعدين مع صاحبهم جيري وبيعرفوا انه معجب ببنته وبيحاول يكلمها وبيكرروا يركبوا مع الاوتوبيس ويساعدوا عشان يكلمها وبعدها بنروح على بيت فاسنتي وبنشوفها بتجهز عشان تلحق اوتوبيس الكلية وبنعرف انها بنتي بيدا رايدو اما دفع بيكون جوزختها وده اخو جاجان وبنعرف انه بيحب فاسنتي لكنها ما بتبادلهوش نفس الشعور لكن اخو بيطمنه بيقوله طالما بيدا رايدو قال هيجوزها له مستحيل حد يوقفه وفي الوقت ده بنلاقي سوري وجيري مستنيين شبان لكنه بيتأخر والاوتوبيس بيمشي وساعتها اول ما بيوصل بيصفر للسواء وبيقف وبيرجع لهم وبنعرف ان شبان مشهور جدا والشباب كلها بتحترمه وبتخاف منه ولما بيطلع الاوتوبيس بيبقى في انضباط ومحدش يقدر يعاكس بنته وهو موجود وفي نفس الوقت بيحترم الحب الحقيقي وبيدافع عنه ولما بيعرف شبان ان فاسنتي هي البنت اللي بيحبها جيري بيقوله انها عنيدة وهتتعبه وساعتها بيوصل جوز اخته وبيطمنهم انه هيسعدهم ويحل المشكلة وبيروح لفاسنتي لكن بيحرجهم قدامها وبيقول كلام غريب فبيصفر شبان وبيحدفه برا الاوتوبيس ولما بينزلوا بيشوفوها دخلة الكلية وبيقرروا يستنوها في ورشة واحد صاحبهم اسمه قدار وبنعرف انهم كانوا شلت صحاب من خمس افراد وبعدها بتطلع فاسنتي واول ما بتشوفهم بتسيبهم وتمشي وساعتها شبان بيستخدم زكاءه وبياخد رقم صاحبتها وبيغير صوته لصوت بنت وبيقدر يضحك عليها وبيخليها تديله رقم فاسنتي ووقتها بيتصل بيها جاري لكنها بتزعق له وكمان بتقفل السكة في وشه وتاني يوم شبان بيغير الخطة وما بيركبوش الاوتوبيس على طول وفعلا فاسنتي بتبقى متضايقة وعملت دور عليهم ولما بيطلعوا بيروح لها جاري وبيحاول يكلمها لكنه بيتوتر وبيتحكوا عليه ومع الوقت بيفضل شبان يحاول معاه بكل الطرق عشان يخلي فاسنتي تحبه وفيهم بيوصل مدان وبنعرف انه منشلة شبان وبيكون معاه واحد صاحبه اسمه تشيتي وبيقوله انه معجب بفاسنتي وجاري بيقطع عليه وساعتها بيكرر شبان يديله شهر كامل يحاول فيه معاها ولو رفضته جاري هياخد مكانه وفعلا تاني يوم بيطلع تشيتي الاوتوبيس ومحدش فيهم بيروح وراه وفاسنتي بتكون متضايقة ولما بينزله بيعترف لها بحبه فبتهزه وبتدربه بالقلم وبيكون خايف جدا منها وبعد ما الشهر بيخلص بيطلعوا له الاوتوبيس وبيلقوا تشيتي مستخبي وراه وبيعرفوا شبان انه خلص المدة بتاعته وبيكبروا ينزل وساعتها سوري بياخد باله ان فاسنتي بتبص لشبان وبتكون معجبة به ولما بيسأله بينعرف انه كان بيحبها وهم في المدرسة وبيروح وراه في كل مكان وبيحاول يقرب لها لكن لما صراحها بحبه رفضته وساعتها قرر يبعد عنها لكن سوري بيقوله انه مش هيقدر ينسى اول حب في حياته وتاني يوم بيكونوا في الاوتوبيس وبينلاقي شباب راجبين على متساكل وبيعكسوا البنات وبيكرر شبان يتدخل وساعتها جاري بيوقفوا علشان ما يعملش مشاكل لكنه بيكون متعصب وبيخلي السواء يروح وراهم ولما بيوصلهم بيلاقيهم عاملين حدثة وواحد بس اللي عايش وبيرفض شبان يسيبه وبيوديه على المستشفى وبالليل بنشوف فاسينتي معجبة باللي عمله شبان وانه انقص عدوه من الموت وبيكون جاجان عندهم في البيت وبيدريده وبيطمنه انه هيحدد معاد جوازه من فاسينتي في اقرب وقت وتاني يوم الشباب بتكرم شبان وبيلبيسوا الكليل وبيكونوا فرحانين باللي عملوا مبارح وساعتها بيدي الفضل كله الجري وبيخلي الناس تشكره عشان فاسينتي تعجب بيه ولما بينزلوا بيمشوا وراها وساعتها بيظهر جاجان وبيكون متعصب جدا ورايح ناحية شبان بغضب لكن بياخدوا بالحضن وبنعرف انهم صحاب جدا من زمان وشبان بيحكي له انهم بيساعدوا جيري يرتبط بالبنت اللي بيحبها وما بيكونوش عارفين انها نفس البنت اللي عايز يتجوزها وتاني يوم بيروح جيري يكلم فاسينتي لكن صاحبتها بتصد وبيتخليه يمشي فبيكرر شبان يتدخل ويقول لها ان جيري بيحبها ولازم تديله فرصة وساعاتها فاسينتي بتعترف بحبها لشبان وانها رفضته زمان عشان كانوا لسه صغيرين وبعدها بنلاقي شبان مش عارف يعمل ايه لكن في الاخر بيقول لجيري اللي حصل وبنشوفه زعلان جدا وتاني يوم شبان بيروح لفاسينتي في نفس المكان وبيعترف لها بحبه وبيفضلوا يرقصوا ويغنوا مع بعض وبيبقوا مبسوطين وبعدها بيكون في مهرجان في القرية وشبان بيبقى متنكر عشان يعمل لها مفاجأة لكن بيظهر تشيتي ومع اصحابه وبيمسك فاسينتي من ايدها وبيعكسها وساعاتها بيوصل شبان وبيوقفه عند حده وبينزل ضربي فيهم كلهم ومحدش بيكون قادر عليه وساعاتها بيضرايد وبيتصل بفاسينتي يتطمن عليها لكن تشيتي بياخد منها التليفون وبيقع على الارض وبيمسكه جيري وبيرجعه لها تاني ووقتها بيظهر بيضرايد وبيكون متعصب وبياخد فاسينتي من ايدها وبيمشو وبيتسدم شبان لما بيعرف انه ابوها ولما بيروحوا البيت بيتصل بيها وساعاتها بيضرايد وبيضربها بالقلم وبيرمي التليفون بعيد وبيمنعها تشوف شبان تاني او حتى تروح الكلية وبيخلي عمتها تفضل معاها عشان تقنعها تغير رأيها وتتجوز ججال ومن ناحية تانية بيكون شبان متدايق ومش عارف يعمل ايه وفي نفس الوقت بتوصل العمى للبيت وبتلاقي فاسينتي حزينها وساعاتها بتكرر تاخدها على المعبد وهناك بتحكي لها انها كانت بتحب البيع اللي هناك لكن اهلها قرروا يجوزوها واحد تاني ولما حاول يعترض اطعوله رجله ودلوقت هي سعيدة لانها اغنى منه وعاش حياة كويسة وفي الوقت ده بيكون شبان قاعد بيذكر مع صاحبه وبيوصل جوز اخته ولما بيحكي له اللي حصل بيكرر يسعدهم وبيروح على بيت فاسينتي عشان يعرف اخبارها وهناك رجالة القرية بيقبضوا عليه وبيكتفوه وساعاتها بيوصل جوز اخت فاسينتي ولما بيشوفوا بيحسوا انه يعرفوا وبيطلعوا كانوا زمايل في الجامعة وساعاتها بيفكوا وبياخدوا على البيت وبيعرفوا بججان وبيطمن فاسينتي انه جاي من طرف شبان وساعاتها بتكون مبسوطة وبتضحك والكل بيبقى مستغرب ولما بيرجع لشبان بيقولوا على اللي حصل لكن شبان ما بيصدقش انها سعيدة وما بقتش بتحبه والتاني يوم فاسينتي بتطلب من باباها تحضر الامتحان وبيوافق لكن بيخلي عمتها تروح معاها ولما بيوصلوا على المكان بتخلي عمتها تستناها في ورشة قدار وساعاتها بيتصل بشبان وبيقولوا ان فاسينتي هنا وفعلا بيوصل شبان وفاسينتي بتفاهموا انها ما كانتش سعيدة لكنها اضطرت تبين ده عشان ابوها يوافق يخرجها النهاردة وتقدر تقابله وساعاتها بيوعدها انه هيجي ويطلب ايديها منه وبتاخد عمتها وبيمشوا ولما بيركبوا الاوتوبيس بيلقوا تشيتي ومع عصبته وبيفضلوا يضايقوها ومحدش بيبقى قادر عليهم لكن ساعتها بيوصل شبان وبيوقف تشيتي قبل مايرمي على فاسنت مية نار وبيزقوا برا الاوتوبيس وبيموت ووقتها بيجي البوليس وبيحقق معاهم وبيقبضوا على شبان وبياخدوا على الاسم وبنشوف اهل تشيتي في العزة وبيكونوا مقهورين على ابنهم ومش مصدقين اللي حصل وبيوصل مدان وام تشيتي بترمي اللوم عليه وبيكون مصدوم وفي الوقت ده بيعرف فيدى رايده كل حاجة وبيضرف فاسنتي وعمتها وبيخليهم يتصلوا بالكاهن عشان يحدد معاد الفرح ومن ناحية تانية اخو جاجان بيحكيله اللي حصل وبيكون متضايق جدا من شبان لكنه بيطمله ان كل حاجة في صالحه وبنشوف شبان وهو خارج من السجن مع المحامي بتاعه وبيوصل مدان وبيقوله انها كانت غلطته لانه موقفش تشيتي عند حده وبيحاول يخليه روح معاه لكنه بيرفض وبيكرر يروح البيت ولما بيوصل بيلاقي اهل القرية زعلانين عليه وبيفضلوا يعياته وفجأة بيدخل ابو بيزعلهم وبيخليهم يمشوا برا وبيفاهم اهله ان المفروض يدعمه شبان وبيطمنه انه وكله محامي كبير وهيطلعه من القضية وبيكون شبان متفاجئ من ردد فعل ابوه وفي الوقت ده بيدى رايده بيحدد معاد الفرح ولما بيعرف شبان بيقرر يروح لفسانتي علشان يلحقها لكن اصحاب تشيتي بيتردوه وساقاتها بيقفلوهم وبينزل ضرب فيهم واحد ورا التاني وبيخلص عليهم بقوته الكبيرة وبيشوف تليفون واحد منهم لكن بيخبيه اول ما جاري بيجي نحيته وبعدها بيطلعوا على المستشفى وبيقصى المدان وبيكون عايز ينتقم لشبان لكن بيهديه وبيروح يكمل علاج وساقاتها جاري بيقوله ان لو في حد عايز يقزيه فمحتاج قوة اربعي الراجل وتاني يوم بنشوف شبان قدام بيت تشيتي بيعز اهله وبيسيب لهم فلوس يقدروا يعيشوا بيها وساعتها رجالة القرية بتهجم عليه وبيفضلوا يضربوا فيه لكنه بيكون مستسلم للامر الواقع ووقتها بيعرف ابولة حصل وبينقزوا وبعدها بيقعد مع اهل القرية وبيوصلوا لاتفاق انهم يتنزلوا عن القضية مقابل ان شبان يتكلف بمصاريف اهل تشيتي وبعدها بياخدوا وبيروحوا على بيت بيدا رايدو وبيطلبوا ايد فاسنتي لكن بيتعصبوا بيوقع القهوة على قميسه وساعتها بيدا بدرة بيقولوا ان شبان انقص فاسنتي من ايد تشيتي اللي كان عايز يرمي عليها مية نار وبيسيبه ويمشي وبعدها بيدا رايدو بيروح المعبد عشان يحدد معاد الفرح لكن بيلاقيه مقفول وبيعتبر انها علامة وساعتها بيرجع لفاسنتي وبيوافق انها تتجوش شبان وبتوصل الاخبار لجاجان وبيكون متعصب جدا وعايز ينتقم وتاني يوم بيروح شبان واهله علشان يخطبوا فاسنتي وساعتها بيندهش الكاهن من برج شبان لكنه ما بيقولش حاجة وبيحددوا معاد الفرح وبيبدأ الاحتفال وتاني يوم بنلاقي جاجان مع مدان وبيقولوا انهم لازم ينتقموا من شبان ويقتلوه وفي الوقت ده شبان بيكون قاعد مع اهله وبيطلع ابن اخته على سلم عشان يصورهم وقبل ما يقع بينقزوا شبان لكنه بيتعور وساعتها الكاهن بيقول ان حياته مهددة بالخطر بسبب جوازه من فاسنتي فبيربط خط على ايده وبيخليه ما يشلهوش لحد معاد الفرح وساعتها بيوصل مدان وبيعرفوا ان جاجان كان هو عريس فاسنتي وبيحسسوا بالزنب وبيقولوا انه منعوا من الانتحار ولازم يقابلوا وساعتها بيسيبوا ويروح لجاجان ويتأكد ان كل حاجة في مكانها وبنعرف انهم نصبين كمين لشبان عشان يقتلوه وقبل ما يتحرك ابو بيخليه ياخد معاه جاري عشان يتطمن وفعلا بيقابلوا مدان وبيوديهم المحجر وبيحاول شبان يكلم جاجان لكن بيسحبوا وراء عشان يقع في الفخ وفجأة بيطلع علي الكنين اللي قاتلوا الشاب في اول الفيلم وبيضربوا على راسه ومدان بيهدد جاري بالسكينة وبيضربوا جاجان بالحديدة وبيقع منه الخط بتاع الكاهن وساعتها بيوقعهم شبان وبيقدر يهربوا بيروح لجاري لكن بيخونوا وبيضربوا بالسكينة في ظهره وبنعرف ان هو اللي بلغ عليه ابو فاسمتي وكمان حرد مدان عشان يقتله وبيلاقي شبان نفسه وقاف قدام صحابه وكلهم عايزين يقتلوه وساعتها بيختفي من قدامهم وبيقاتل اول واحد بطوب على دماغه وبيضرب التاني بالمجرافة لحد ما بيقضي عليه وبعدها بيروح على مدانه وبيفضل يضرب فيه لحد ما بيقع على الارض ولما بيوصل جاجان بينزل عليه ضرب وبينتقم منه وما بيرحموش وبيحاول جاري يهرب لكنه بيحدفه بالمجرافة وساعتها بيقول لمدان انه عارف انه هو اللي بعت صحاب تشيتي وراه وبنفهم ان جاري هو اللي قاتل تشيتي وشبان سطر عليه ودخل مكانه السجن وكمان بيعاتب جاجان عشان عايز يتجوز واحدة ما بتحبوش وبيمشي هو حزين على صحابه اللي خانوه وساعتها بيقابل سوري وقدار لكنه بيرفض يفتن على جرائم صحابه للشرطة وبتعد السنين وبيخلف شبان وابنه بيبقى نسخة منه وبيدفع عن صحابه وبيحترمهم ومن هنا بيخلص في المنا لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل اشتراك لقناتنا فيلم فيحدوتا وفعل زر الجرس واستنونا في فيلم جديد